ضجة كبيرة عملتها الفاشونيستة السورية المقيمة في الإمارات مروا راتب على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما قدلت بتصريح غريب حوالين سبب تغير شكل خسرها اللي كان مصير للجدل من فترة طويلة وكان حديث كل منصات التواصل الاجتماعي مروا راتب أصارت الجدل بعد ردها في مقابلة تلفزيونية على سؤال حوالين عمليات التجميل اللي خضعت لها لما قالت إنها ما عملتش أي عملية تجميل في وشها وبالنسبة لخسرها عملت إجراء بسيط للغاية ممكن يتعمل بتغدير موضعه في أقل من يوم وقالت مروا راتب العملية بسيطة للغاية وتحدث فيه ساعات وكتير من البنات مسويين نفس اللي بعملوا أكتر لكن ممكن يكون التغيير اللي حصل بسبب زيادة وزن بعد العملية أو ما شابه وده أمر طبيعي حديث مروا راتب عرضها لانتقادات من متابعيها اللي وصفوها بالمتنقدة خاصة بعد ما لفتت الأنظار خلال الفترة اللي فاتت بخسر أقرب للطبيعي بعد ظهورها الدائم بخسر ملفت وده أكد على استخدامها لمشادات الخسر اللي بتساعد في ظهوره ببروز واضح وملفت فمروا راتب بتلفت الأنظار دايما بخسر غريب بعد خضوعها لعملية نحت الجسم اللي خلتها تظهر بجسم غريب خسر مروا راتب دايما بيصير الجدل وبيعرضها لانتقادات وصع نظر اللي بروزه الملفت وقبل تصريحتها الأخيرة كانت أحداث الضجة بعد ما هجمتها متابعة وقالت كتير من الفاشونيستا بيدروا بصمعتنا ومنهم الفنانة اللي ما توفقتش في التمثيل وراحت تستخدم السوشيال ميديا في الأعلانات وبقت تظهر بجسم بشع وبترغب الفتيات يقلدون جسمها وبتلبس لبس فاضح وانتقدت المتابعة جسم مروا بعد عملية التجميل وقالت تعيش الممثلة دي في الإمارات وتفضل طول الوقت تتكلم عن الإمارات وتردد أنا إماراتية وتقول أنا طبعي طبع إماراتي إحنا ما نسوي هاللبس ولا نسوي أجسمنا هي ممثلة موجودة في كل شيء في التلفزيون في الإنستجرام في كل شيء وهي تطلع تنصح كل الفتيات يعملوا شفايفهم ويعملوا جسمهم حتى لو بلغنا عليها مو هيحصل شيء لكن اللي أنا عايزة إنها تطلع تقول أنا سورية ما تتحدث بإسمنا أبدا مروا خرجت في مقطع فيديو وردت فيه على المتابعة اللي هجمتها واتهمتها بمحاولة إفساد بنات الإمارات وتشجيعهم على الظهور بجسم إزاي جسمها وقالت مروا راتب في مقطع فيديو وشاركت فيه متابعيها عبر تطبيق سناب شات بخصوص المتابعة اللي تردد إني أنا اللي أفسدت البنات بسبب العيادات هي العيادات موجودة من سنة من ساعة ما مروا بدأت تسوي إعلانات العيادات موجودة في كل حتة وفي كل مكان ولوما كانت هذه العيادات مم جيدة ما كانوا افتتحوا أكثر منها في أكثر من مكان افتحي استجلات وشوفي عيادات كتير وبنات كتير بيروحوا مليش حق إني أقولهم أنا بسوي عروت بسوي خصومات مثلي مثل غيري كل الناس بتصور إعلانات للعيادات قصماً بالله أنتم معارفين إيش تقولون مروا راتب عملت جدل كمان بمقطع فيديو تضمن وصلة مدحل نفسها لما قالت إنها أحدثت نقلة في عالم التجميل ومعتقداته وإنها الأعلى سعراً في عيادات التجميل